أشهد تقرير صادر عن كتابة الدولة الأمريكية باحترام الجزائر لقيم حقوق الإنسان بما فيها سلامة الأشخاص والحريات الفردية في الجزائر مثنية على الإجراءات التي اتخذتها الحكومة من أجل ترقية حقوق الإنسان وأكدت الخارجية الأمريكية في تقريرها السنوي حول حقوق الإنسان عبر العالم لسنة 2017 بأن الجزائر لم يسجل فيها أي حرمان تعسفي للحياة أو جرائم لات أسباب سياسية كما أنه لم يسجل أي حالة اختفاء أو إدانة تعذيب خلال الفترة التي شملها التقرير وذكرت الخارجية الأمريكية في هذا الصدد بأن القانون الجزائري يمنع التعذيب وينص على عقوبات سجن تتراوح بين عشر سنوات إلى عشرين سنة للأعوان العموميين الذين يتورطون في أعمال التعذيب أما بخصوص الظروف داخل السجون ومراكز الحبس فإن النسخة الثانية والأربعين من هذا التقرير أقرت أنه لا توجد أي انشغالات في مجال حقوق الإنسان كما أوضح التقرير بأن الحكومة خصصت مراكز حبس للسجناء الذين تقلوا أعمارهم عن سبعة وعشرين سنة مؤكدا على أن الجزائر تضمن المراقبة المستقلة للسجون وأشار التقرير في هذا الصدد إلى أن الحكومة الجزائرية قد رخصت للجنة الدولية للصليب الأحمر وللملاحظين المحليين لحقوق الإنسان بزيارة السجون ومراكز الحبس حيث تتطابق الأحوال في السجون مع المعايير الدولية وفي شق الحريات أشارت الدبلوماسية الأمريكية إلى أن الدستور يمنح للمواطنين إمكانية اختيار حكومتهم خلال انتخابات حرة ودورية وعادلة عن طريق اقتراع شامل وعادل هذا ويحظى المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي حل محل لجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها باستقلالية مالية ويُعنى بمسؤولية التحقيق في الانتهاكات المسجلة لحقوق الإنسان وقرأت الخارجية الأمريكية استنادا إلى مراقبين حقوقيين دوليين بأن الجزائر واجهت منذ بداية أعمال العنف في مالي سنة 2012 تدفقات للمهاجرين تختلف عن حركات الهجرة التقليدية ما بين بلدان المنطقة